موسيقى مرحبا بكم مشاهدين الكرام في حلقة اليوم من برنامج السلطة الرابعة وفيها تتابعون أهم وآخرة ما تنقلته ونشرته الصحف المحلية والعربية والدولية فيما يتعلق بالشأن اليمن موسيقى موقع يمن ديلي نيوز يتناول التصاعد اللافتة لصدامات الأراضي بين الحوثيين والمواطنين في محيط صنع موسيقى والعاصمة أونلاين تتحدث عن اختلاس الحوثي لمئات المليارات تحت مبرر دعم المعلمين موسيقى أما الشرق الأوسط فقد كتبت عن مساعدات بريطانية وأمريكية لدعم النساء والأطفال في اليمن موسيقى 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 مرحبا بكم البداية من موقع يمن ديلي نيوز والذي نشر تقريرا قال فيه إن رقعة صدامات على الأراضي بين المواطنين ومسلح جماعة الحوثي الإرهابية تساعدت في المحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة خصوصا في مديريات طوق صنعاء وظهر رصد نجراه يمن ديلي نيوز لعدد من أبرز صدامات الأراضي التي شهدتها مناطق سيطرة الحوثيين خلال شهر يوليو والتي تركز معظمها أو تركز معظمها في المديريات المحيطة بالعاصمة صنعاء أفد الموقع أن محافظة الجوف شهدت صدامات عنيفة مؤخرا قتل على إثرها حوثيون ومواطنون من قبائل ذو محمد إثر توجيه الحوثيين حملة شاركت فيها تشكيلات أمنية وعسكرية لسيطرة على ما يزيد عن خمسة آلاف هكتار من أراضي القبائل وقال الموقع أن مجلس مقاومة صنعاء اتهم الحوثيين بالعمل على عسكرة مداخل العاصمة صنعاء من خلال توزيع الأراضي التي تبسط عليها بقوة استلاح على مقاتلها وبناء مدن سكنية شبيهة بالمعسكرات وقالت مصادر محلية للموقع أن حوثيين يتبعون القيادية عبدالخالق الحوثي شقيق زعيم الجماعة نفذوا حملة ليلية سيطروا خلالها على أراضي واسعة مملوكة للمواطنين بمديرية بني مطر ونقل الموقع مقارنة ناشطين على منصات التواصل الاجتماعي ما يجري في مديريات طوق صنعاء من صدامات بين المواطنين والحوثيين بما يجري في فلسطين من عمليات إسرائيلية للسطوي على أراضي الفلسطينيين وبناء المستوطنات نشر موقع الحرف 24 تقريراً قال فيه إن مسؤولاً محلياً في محافظة مأرب حذر من مجاعة محققة في أوساط النازحين بسبب تراجع تدخلات الإنسانية للمنظمات الأممية وبحسب الموقع فقد دعا وكيل محافظة مأرب عبد الرب مفتاح المنظمات التي إلى القيام بمهامها وواجبها الإنساني تجاه النازحين والمهاجرين الأفارقة والمساعدة في تقديم الرعاية لهم وقال الموقع إن مفتاح تطرق خلال اللقاء إلى التحديات والأعباء التي تتحملها السلطة المحلية من أجل توفير الحماية والخدمات للنازحين والمهاجرين الرغم من شحة الإمكانيات والموارد في ظل انحدار وتراجع مستوى التدخلات الإنسانية كما بحث اللقاء استمرار التنسيق لاستئناف الترحيل الطوعي لعدد ثلاثمائة مهاجر غير شرعي أفريقي في المحافظة لمن يرغبون في العودة الطوعية إلى موطنهم خلال الفترة القادمة وفقا لوكالة سبأ الرسمية وبحسب الموقع فقد حذر مفتاح من كارثة إنسانية جراء انحدار وتراجع مستوى التدخلات الإنسانية التي تقدمها المنظمات الأممية والدولية في المحافظة موضحا أن ناقوس الخطر ينظر بحدوث مجاعة محققة في مأرب ووفقا لتقارير رسمية وأممية سابقة فإن محافظة مأرب وحدها تستضيف نحو ثلاثة ملايين نازح يعيش معظمهم ظروفا معيشية صعبة قال موقع يمن شباب نت إن إضراب المعلمين في العاصمة صنعاء والمناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي دخل أسبوعه الثاني بعد تنظيم المعلمين إضرابا شاملا لإجبار الميليشيا على دفع مرتباتهم وقال نادي المعلمين في بيان له إن الإضراب خلال الأسبوع الماضي حقق نجاحا يتجاوز تسعين في المائة الأسبوع الماضي أول أسبوع الإضراب في الأرياف ويصل إلى ذلك المستوى حتى في أمانة العاصمة وأكد بيان النادي والذي حصل يمن شباب نت على نسخة منه أن أكبر مدارس العاصمة مثل الكويت والحورش تجاوز الإضراب فيها تلك النسبة حيث لم يحضر إلا عشرة مدرسين من أصل 130 مدرسا وتعهد النادي بمواصلة الإضراب حتى انتظام ميليشيا الحوثي بصرف مرتبات المعلمين وأكدا أن الإضراب أجبر ميليشيا الحوثي على دفع حافز شهري للمعلمين من الجبايات التي تنتزعها بغير حق في غضون يومين مقارنة بأشهر طويلة كانت قبل الإضراب وقال الموقع أن البيان أشار إلى أنه سيواصل الإضراب كما فعل نادي القضاء الذين نظموا إضرابا في سبتمبر من السنة الماضية حتى رضخت الميليشيا بصرف مرتباتهم بانتظام ونوه الموقع إلى أن نادي المعلمين هو كيان نقابي جديد نشأ مؤخرا في صنعاء الخاضعة لسيطرة الميليشيا الحوثية ويتبنى مطالب المعلمين المتمثلة في صرف الرواتب المتوقفة منذ سنوات في ظل رفض الميليشيا لكافة المقترحات والآليات والمبادرات التي قدمتها الحكومة بشأن إعادة صرف رواتب الموظفين في المناطق غير المحررة قال موقع العاصمة أونلاين في تقريره الخاص إن ميليشيا الحوثي تنهب ما يقارب من ثمانمائة وعشرين مليون ريال كل شهر فيما المعلمون يعانون من الفاقة والجوع بفعل رفض الحوثيين صرف مرتبتهم وأوضح الموقع أنه تم تخصيص خمسة مليارات ريال لطباعة المناهج الدراسية التي تم يتم طباعتها في مطابع الكتاب المدرسي الحكومية وبدعم من منظمات دولية وإقليمية وقال الموقع إن الميليشيا تعمل على بيع الكتاب المدرسي الحكومي بمبالغ باهظة على الطلاب مشيرا إلى أن المعلمين ما يزالون يقاسون الحرمان بسبب العديد من المبادرات الحوثية لنهب الموارد باسمهم فإضافة إلى صندوق المعلم أعلنت الميليشيا عن مبادرة التعليم المجتمعي والذي تم بمجبها إلزام كل طالب بدفع ثمانية آلاف ريال للتسجيل في المدارس الحكومية إضافة إلى جبايات شهرية مستمرة وتذهب جميعها إلى جيوب قيادات الميليشيا وكذل موقع أن المدارس الأهلية تدفع لوزارة تربية الميليشيا مبالغ مالية كبيرة كما أن المدارس التي تم هدم أسوارها وبناء محلات تجارية مكانها وتم استثمارها بالدولار بمزاعم أن عوائدها تعود لدفع مرتبات المعلمين ذهبت أدراج الرياح ويذكر الموقع أن الميليشيا عينت مشرفين ثقافيين في كل المدارس الأهلية مؤخرا وتتحمل المدارس دفع رواتبهم ليقوم هؤلاء المشرفين لفرض سياسات وتوجهات خاصة بالميليشيا على المدارس في تصرف فج يجبر فيه الطالب أو يجبر فيه الطالب على دفع رسوم أدلجته وتعبئته بالفكر الحوثي وسط تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن جراء ظروف الصراع ونقص التمويل الأممي قالت صحيفة الشرق الأوسط إن بريطانيا والولايات المتحدة أعلنت عن مساعدات جديدة لمصلحة النساء والأطفال اليمنيين بنحو 228 مليون دولار تقول الصحيفة إن ذلك جاء وسط تأكيدات أممية بأن أكثر من خمسة ملايين امرأة في اليمن تعاني من الوصول المحدود أو عدم الوصول لخدمات الصحة الإنجابية من بينهن مليون وخمسمائة ألف امرأة من النساء الحوامل ألوات يعانين من سوء التغذية الحاد وفدت الصحيفة في تقريرها أن وزارة الخارجية البريطانية أعلنت عن برنامج مساعدات إنسانية بقيمة مئتين وخمسة ملايين دولار لتوفير الرعاية الصحية للنساء والأطفال المتضررين من الحرب في اليمن قالت الوزارة في بيان إن برنامج المساعدات الذي يستمر أربعة أعوام يوفر رعاية صحية لنحو مليون طفل وامرأة سنويا ويوفر التغذية ومياه شرب نظيفة ومياه صرف صحي وخدمات الصحة النسائية والولادة إضافة إلى توفير الحماية ضد العنف وتقول الصحيفة إن مكتب المساعدات الإنسانية التابعة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قدم مساعدة أو مساهمة بـ 23 مليون دولار لصندوق الأمم المتحدة للسكان لتوفير الإغاثة الطارئة وخدمات الحماية والصحة الإنجابية المنقذة للحياة لمليون وثلاثمائة ألف من النساء والفتيات الأشد استضعافا في اليمن وبحسب الصحيفة فقد أكد الصندوق الأممي أن أكثر من خمسة ملايين من النساء والفتيات في سن الإنجاب يعانين من الوصول المحدود أو عدم الوصول لخدمات الصحة الإنجابية من بينهن مليون وخمسمائة ألف من النساء الحوامل ختم السلطة الرابعة مشاهدين أودعكم وأترككم مع ريشة أسامة طالب وهذا الكاريكاتير إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة